قال ليها نتعارفوا بعدا اسمي تيجين هزات قمر حاجبها وهو يقول ممكن تقولي اللقب ديالي في عالمنا ما كنستعملوش أسماءنا الحقيقية جيت نيابة على الرئيس ديالي كتربطنا علاقة وطيدة بالواليد ديالك ومن اللي وصلتنا الخبار باللي مرضو جلس في الدار كان لازم نتطمأنو على شغلنا قالت أش من شغل علش كتفدار قال ليها باباك العزيز عندو علاقات مع شركاء خفية اللي هم احنا بيناتنا مصالح مشتركة فهمتي قالت له بغيتي تقول باباك يتعامل مع العصابات نفاجر بالضحك وقال عصابات قولي شركاء خاصين وهي تقول من هادشي كله اشنو باغي قال ليها شارسة مع راسك اختار بقى جديدة في المجال وضيعتي عليكم صفقة العمر خرجيت في عينيها وقالت كيفاش عرفتي قال ليها كل الشي كي يصرنا رغم صالحنا هادوك قبل ما نطول عليك باباك سي عثمان كان وقت ما يتسدو البيبان فوجهو كيلتاجأ لنا وحنا كنعطاهو اللي بغى ومن اللي يربحشي صفقة فلوسنا كترجعلينا مع الفائدة ومؤخرا موصلنا وانو والوقت كيدوز والفائدة كتزيت كنظن كلامي واضح لحد الساعة قمر مصدومة قالت ما يمكنش بابا إي لحتاج لتمويل غادي يمشي البنك بابا إي لحتاج لتمويل غادي يمشي البنك ما غاديش يتعامل مع المرابين قال ليها احنا ماشي شفارة بحل البنك وقلبناه شيش كان عطاهو الفلوس بلا ضمانه حيث الضمان هو حياة الشخص خلصتي هو هادك ما رجعتيش الفلوس ترحم على حياتك وحياة اللي اعتزح ليك قالت شنو كتهددني قال ابيك واخد فلوس صحيحة خاصها ترجع جيد نعلمك عندك أسبوع واحد ما رجعوش لنا الفلوس ركي عاطفة ناد وقف وتم خارج وصلحت الباب ودار شفقة ما رجع الوقت كيدوس وخرج ابقى تجانده في بلاستها مدة كتستوعب هادشي اللي سمعت كيفاش بواها كيتعامل مع بحال هادو ومسلف من عندهم إلا كان هادشي بالصح منين غدا ترجع ليهم الفلوس ديالهم والشاركة في وضع مزري شدات فرصها وغمضات عينيها قالت هادشي اللي كان خاص جلال عيط على نجم الدين وساجد باش يتلاقاه في الكليب قالس جلال ونجم الدين وهو يقول نعيط لساجد قال له جلال ما تحتاش راه هو جاي ومعه واحد القرطاصة نجم الدين دار يشوف على من كيهضر بل له ساجد وقمر داخلي للكليب عقد حجبانو تطير عليه بقجة منهار بين وهي في المشاكل ساجد تسالمع جلال ونجم الدين وجار قمر من خسرها كيقدمها ليهم قال جلال متشرفين اسم على مصنع قالت له شكرا ساجد قال نجم الدين خويا وعشيري كان عرفو ملي كنا باقي ناكلو الخنونة تفرشخ جلال بضح نجم الدين خنزر كيشوف قمر وفي ايد ساجد لمحتوطة على خسرها قال هادي قمر العبيري غني عن التعريف قلسوا مقابلين معهم مع الفطي ضاير جاب ليهم سيرفر المشروبات ساجد وجلال كيشربو اما قمر ونجم الدين كتفوا بمشروبات غازية كان صمت غريب لمدة حتى كسروا صوت نجم الدين وقفوا مد ايدو القمر وقال سمحي لي برقصة هزات في عينها بصدمة جاها بحلاكا يتحداها تقبل حتى نظاراتو كان باين مغزاهم دوك الشوج بقوا غير كيشوف كيفاش نجم الدين تلم من وحدة عادت لاقاها ترقص معاه قمر حطات ايدها في ايدو وقالت بالطبع توجه نجم الدين لحلبة الرقص شاد في ايدها وغادي سابقها وهي موراه كتحلل وتفسر اشنو الموراه ديالو من هادشي كتشوف ايدو اللي شادة في ايدها وراسها كيدور بالاسئلة وقف بتابات وجرهل عندو دووز ايدو موراه دهرها وحاوت خسرها بخفة جرهل عندو حتى تلاسقات اجسامه حط لها ايدها على كتفه وشاف فيها غير ساهية وكتتحرك كيفما دار لها ابدأوا كيتحركوا على اقاعات الموسيقى وكل واحد كيشوف الجيهة جمعات شجاعتها وشافت فيه حس بها نجم الدين وشاف فيها حتى هو حسات بضربات قلبها كيتسارهو قد شوف فيه بحزن زعمارك كمسو قرتيوانو ولكن الداخل ديالها ذوبة عمل مشاعر المختلطة نجم الدين حس بالتوتور ديالها وخكت بان عادية قدار يحس بضربات قلبها حيتقرب بالزرق بعد يدهو قرب عندها كتر بحال ليلة غادي بوسها ولكن تاجه لهدنها وهدر بحنس قال غدا غدا توصلك واحد المفاجأة كانت منت عجبك حيت تعبت عليها بزاف بعدات عليه وقالت مفاجأة؟ بغيت خلعني عندك حساب لك ربحتي مشروع واحد صافي وصلتي حيدات ايده من خسرها وقالت راه غير كتوهم ما زال مخلاقش اللي يوقف في وجه عائلة العابيري نجم الدين قال حتى الغدا ورجعي قولي نفس الهضرة دار وعطاها بالظهر ورجع للطبلة في نقال سين وشاف ساجد ولقاه كيخنزر فيه قال درالي هو هادك أنا غادي جلال قال له مالك صاحبي عزيز عليك تخسر لنا الموران قلس اه احنا مقصرين عيد بين تيتيز قال نجم الدين ابقى انتا أنا غادي هز نجم الدين تليفون ديالو ودار خارج المحقى مرجاية لجهة الطبلة شاف فيها وضحك بجنب فمو وذات خلاها كتغلي لعب لها على الأعصاب تبعاتوا بعينيها احتغبر وقلسات جنب ساجد الصباح فاقتوا لبسات ونازلة مع الدروش حتى كتسمع صوت شي صداع زربات في خطواتها وهو يبنوا لها خمسة ديالرجال واقفين عند الباب ولابسين كومبلي فيك وملاك ووهب واقفين قدامهم قربات عندهم وقالت شنوا واقع؟ شكون هادو؟ وهب قالت بعصابية هادو قالوا ليك جاو يحجزو على الفيلا واللي فيها حيت درناء فلاس وقلات خوروا في عقلهم ملاك قالت شوف يك مغلطي في العنوان مستحيل هادشي اللي كتقول قال ليها ألا لا احنا كنديرو غير خدمتنا راهاتشي تقرر وماشي غير الفيلا كاني اللي مشاوي حجزو على الشركة قالت قامر كيفاش يحجزو على الشركة لا مايمكنش قال ليها اليوم بتعلن خبر إفلاسكم أماش فتيش قامر كترجف وتحرك راسها بالله كتقول مايمكنش سمعوشي حاجة خبطات وكل شي تلفت بلهم سي عثمان طايح مغمى عليه قامر صرخات بأعلى صوتها بابا مشيت كدشري طاحت على ركابيها وشدات راسبها لي فاقد الوعي جات حدها وهب حتى هي كتبكي ملاك بقت واقفة مصدومة والخدم تصلوا بالإسعاف اللي جاوا بعد مدة قصيرة هزو عثمان وطلعت معه قامر وتحركات الإسعاف وهب وملاك خرجوا بسرعة وركبوا مع السائق وخلطوا عليهم مروا ساعات وعتمان في غرفة العمليات قامر قلسة في الكرسي وكتشوف نقطة واحدة مبكاتش عكس وهب لي عطيها البكاء هي وملاك تحل الباب أخيرا خرج الطبيق حيض لكماما ديالو وقف عليهم وقال للأسف فقدنا المريض درنا كتر من جهتنا ولكن كان مستحيل نجامنها وهب طلقات صرخة كسرات بها هدوء المستشفى وملاك بغت سخف قامر غير كتشوف بعينها وبين عليها مصدومة فجأة طاحت على طولها مغمع لها انشار خبر موت عثمان العابري بسك تقلبي بسرعة فائقة من بعد ما نشروا خبر الإفلاس انشار خبر موت عثمان وربطه بالأحداث يعني سبب وفاته كان انهيار امبراطورية العابري من بعد دفن جثمان عثمان بدأت لذي لكا تخوة شيئا فشيئا طلعت وهاب البيتها وزدات عليها وتكمشات في ناموسيتها كتبكي ناصيف اللي كان واقف على كل شي هو وامير كيف غادروا الناس اركف سيارتهم شلس بيطار كانت قمر نعصة وجهها شاحب وملامحها دابلين حلات قمر عينيها ولمحات ناصيف قالت جنبها وهي تدور رأسها الجهة الخرا ما نطقت بحتكلمة ناصيف عيط الممرضة تجيب لي هالفتور ودخلات الممرضة وحطات البلاتوجين قرب عندها ناصيف بغي عاونها تنوت وقال قمر خاسكي تاكلي باش تقدرت وقف على رجليك شافت فيه وقالت بغيت نمشي للدار وفي لندن مشا ساجدي قابل مستثمرين اجداد باش يمولوا مشروع قمر جديد كيف وخرج من الاجتماع وصلاته اخبار الافلاس وموت عثمان شد الطائرة ديك الساعة وهبط المغرب اول حاجة دار مشا الفيلة العابيري ما لقحت حد تصل بقمر ما كتجاوبوش وهو يدوز للشركة عند ناصيف طلع لعنده المكتب وبلا ما يتسن السكرتيرة تعلم ناصيف حل الباب ودخل عنده ناصيف كان كيهضر في التليفون وشاف ساجد اقطع وجه هدرته للسكرتيرة وقال صافي غير خرجي خرجاته سدات الباب وهو يقول اجلس صاحبي مالك واقف ساجد قال له الباركة في راسك قال ناصيف ما مشا معك بس وهو يقول ساجد فين هي قمر قال له ناصيف عندي في الدار ساجد قال بين ليلة وضحاها نهار كل شيء علاش ما درت يواني كان دون كان ممكن تقدم المساعدة قال ناصيف شحال مر مرة هدرت مع قمر قلت ليها خليني نعاونك ولكن هي راسها قاصح وهاد الشي اللي وقع مازال غامض وراد تفتح تحقيق باش نعرفو شنو السبب وعلاش اسهم الشركة طاحو حتى نهارت دقة واحدة ساجد قال غادي ندي معايا قمر وهو يقول ناصيف بنطرة حادة كيف هاش؟ علاش غادي اديها معاك؟ انا ولد عمها ومسؤول عليها ما غادي يخصها حتى خير وغادي تعيش كيف الأميرة بحال قبل انت شنو محلك من الإعراف هاد الشيء؟ وقف ساجد وقال قمر محتاجة ناس يدعموها معنويا الفلوس والنفوذ ماشي هما السعادة خاص هاتبعد على هاد الأجواق احتات ولي بخير ناصيف هز حاجب وقال اشنو سبب هاد الاهتمام كله؟ قال ليه ساجد كنظن رك عارف وفاهم دار ساجد وخرج من عنده اركف سيارته متاجه لدار ناصيف باغي يشوفها ويتمأن عليها في هاد الوقت محتاجة اللي يكون جنبها ماشي ساهل تفقد الأب ديالها اللي بقى ليها خاصة عارف قمر غادي تلوم راسها على اليوقع كانت قيلتة في البالكون فوق الفلتة معنقى رجليها وحاطة دقنها فوق ركبتها شعارها كيلعب بها الريح البيت مضلم حيتها في الدواو باحدات خصلة على وجهها وصدات عينها مزيرة عليهم جات في بالها الهضرة اللي قال ليها نجم الدين فاش كانوا في الكلاب بدات كتترعد وهي كتذكر كلماته وتوعودوا ليها يعني هو اللي مورهد الشي اللي وقع ليها هو اللي اخدى لي هالمشروع اللي حطات فيه كل شي ومن كلامه أكيد هو السبب ورا إعلان الإفلاس ناضت من بلاستها لبسات وخرجات من البيت وشافت في الباب اللي قبالتها قربات ليه وحلاته كان ضوء خفيف في الغرفة بانت ليها وهب ناعسة فوق ناموسية ورجعت سداته وتمشت في الكولوار كان السقيل باينة كل شي ناعس نزلت لتحته ومشت ديري كتلاكاو وقفت حدا بورش كحلة ديال ناصيف خرجات من تمام الحارس غير شاف اللوطو حل الباب غير خرجات من الفيلا وهي تكسيري غادة بسرعة فائقة وضغطة بإيديها على الفولون احتمشى منهم الدم دارت لدراس ديال شاركتو في جي بي اس اللي من بعد ما اخداوا المشروع فتحوا ليها فرع في المغرب ما داش بزاف ديال الوقت حتى كانت منك نزلت من طو موبيل وردخات الباب جات داخلها وهو يوقفها سيكيريدي قالت بغيت نهضر مع المدير ديالكو قال ليها ما كان شلالة عرفتيش حل ساعها كل شي خرج في حاله قالت اعطيني عهوان ضهره قال ليها ما بغيتش نمرتو خنزرات فيه وقالت غاديجي في الصباح قال ليها ما نظنش على ما سمعت يقدر يرجع لدبي وهي تقول شنو؟ قال شكون انتي وليش بغيت يستي جلال قالت كان هضر على الاخر ماش يستيك جلال وهو يقول آه كتقصدي المدير الاخر سي نجم الدين غير شوية هذا باش خرج كي نحت ليها فاللوطو اللي غادي قال راهو وغادي بلا ما تجاوبو مشات ركباتو تبعاتو نجم الدين غادي مكسيري زادت في السرعة باش تلحق عليه كانوا غاديين في طريق خاوية وخارجوا على صنطرفيه نجم الدين دازمنت سطوب وقامر وقفتها إشارة المرور الحامرة بدات كتدرب برجليها وتلعن في حدها كيف شعال الدو الخضر؟ بغا تتحرك وهوما يوقفوا عليها جوز سيارات رونج كحلين حبسوا عليها الطريق الشارع كان خاوي غير سيارتها ودوك الرونج اللي وقفوا عليها كيف شافت البيبان تحلوا وخرجوا أجسام ضخمة لابسين غير الكحل سدات التموبيل من الداخل الدو ديال الشارع مكانش قوي وملامحهم مكانوش واضحين ربعة كل واحد فيهم قد الحادي قرب واحد وقفوا قدام سيارتها عاد وضاح ليها وجهوه ملامح مخيفة قامر بقات جامدة في بلاستها تفكرات غير نهار كان غادي تعدع لي هاداك الشفار حسات بخوف كبير ومترقباش نو غادي ديرو فكرات تحلطه موبيل وتخرج تهرب ولكن غادي شدوها بسهولة قبل قاع ما تخطاها الخطوة التانية متبع بعيني هاداك اللي جاي بشوية وبواحد الهدوء مخيف وقف جن بالشرجم وتبسم لها بمكر وضرب الزاج بكوعو حتى تهرس طورات وجهها بسرعة للشيها الأخرى جاة تتحنقذ الكرسي اللي شنبها باش تفتح الباب وتهرب ولكن دغيا شدها من شعرها وخرجها غير من النافيدة بدات كتتنطر ليه بإيديها ورجليها وكتضرب فيه باش يطلقها ولكن معامن داير كيف الوحش قاع ما تزحزح شايفها ما بغادش لزقة وهو ينزل عليها بسق لحتة داخل شدها من دقنها ورفع ليه وجهها وقال مل أحسن ترصاي وإلا غادي نعطيك حتى تشوفي المرحوم ديالباك كيشطح سمعت سميت بباها وجعرات قالت طلق مني يا الحمار ما تجبلش بابا على فمك علاش واقفي الليا في الطريق طلقني قبل ما نندمك اضحك وقال واعرم عراسك وزير على فكه وقال تندميني قا واقيلها مات لكم الحوت اباك وشاف الفوق وقال ليها ضح اشنو في ايدك انتي قام رجمعات الدفلو طلقتها ليه في وجهه وقالت بزاف عليك الكلب طلق مني انزل عليها ببنيا اللوجة وقال راه غير متاقي فيك الله حيت باغينك صحيحة اما كنت لعبت فيك كيف بغيت احتى الكلب ما باقي يشوف فيك طلقها وهي تجي الارض كانت دايخة من لكم اللي اعطاها طاحت في الشانتي وبزز باش كتحل عينيها قدم خارج لها من نفها وفمها وجبهتها مجروحة من الزاج اللي طار عليها بقى كيشوف فيها مغدد وشير الواحد من دوك اللي معاه جاب الزربة قال هز هاد الحمارة وحطها في اللوتو قبل ما ندير فيها شرعيدي تحضر لاخرو هزها غادي بهالطلبي ناجم الدين كان غادي مكسيري في الطريق كان في الشاركة مشغول حتى وصلوه اخبار افلاس شركة العامل ولكن موت عثمان صدمه ماشي هادشي لاش كان باغي يوصل حس بتأنيب الضمير فاش عرف بموت بباها ولكن دابا فات الفوت ميمكنش ترجع الامور لمجاريها دووث ايدوه لشعروه تنهد بحالي لهازج بلع الاكتافه ونتابه باللي التليفون ديالو مكاينش يعني انساه في المكتب قلب الدورة راجع ولاحظ جوه السيارات واقفين في وسط الطريق قرب ليهم وهو دايز شافشي وحدين طلعوا اللوتو وواحد فيهم اهازشي بنت في الديه راسها مدلي اللور وشعرها طايح رجع شاف في الطريق وكمل على طريقه ودون سابق اندار حبس الفران على الجهد فاش استوعب دكش اللي شاف وخشف التواني فقط ولكن عرفها هي اللي هازها واحد في هادوه ما عرفش اشنوا واقع ولا اشكون هما ولكن ديك اللي معاهم قامر وباينا بالليش حاجة ماشي هي هاديك دورتوا موبيل حتى تحكوا الروايد في الشنطة وكثيرة بالجهد تابعهم كانوا بعدوا نيت غادي طاير في الطريق حتى المحهم من بعيد خفف السرعة شوية وبقى تابع اطارهم مدة طويلة وهو مشادين الطريق حتى خرجوا من المجال الحضري وولوا غادي غير في الخلاوات وصلوا المنطقة فيها غير المصانع خرجوا من الشنطة ودخلوا بين المباني الدنيا مضلمة غير اضواء سياراتهم اللي دايرين الضو وقفوا قدام مصنع دخم وبابه كبير خرجوا بربعة وواحد فيهم هز قمر اللي غابت عن الوعي فوق كتاف شافوهم ذو اللي حارسين الباب وحلوا ليهم وكيف تحلات البوابة خرجوا الضو اللي جاي من الداخل دخلوا واحد مورى الاخر وصدوا الباب ابقى واقف بعيد شوية على المصنع طافي الضواء والتوموبيل ومراقبهم حتى دخلوا ادربت ايدو على الفونون بالجهد ارجع باللور ودار من الجهة الخلفية وقف التوموبيل وخرج الوضع ماشي ساهل يقدروا يكونوا اخرين في الداخل ما بغيش يعغامر ويدخل وهو معارفش شكين الداخل وبدون تردد قرب المصنع بخطوات هاتئة بانيهش ارجم معاليش بالزاف طل منو وبانو ليهجوج واقفين كيكمين والاخرين ما كانش ليهم الحس كيقلب بعينيه على قمر حتى بانت ليه ناحسف الارض على جنبها وشعرها مغطي وجهها رابطين ليها ايديها ورجليها شاف وجهها اللي عامر دم وتراب وحويجها مغبرين حالتها حالة زي رحلة سنيه احتبر زعدان فكو بدات كتتحرق وحاس تبرزها مربوطة وجهها كيوجهها كتحس بألم رهي في وجهها وتحت عينيها بغاد تنود وما قدراتش بدات كتنطر باش تحل ايديها او وانو شافها واحد فيه مقرب عندها تحنا عندها وقال فقط يا لغزالة وبدأ كيلعف شعرها وقال وخد دمو التراب فاقة كتباني بو قوصة نزل بايدو على شعرها لكتفها وغاد يلصدرها فتح السلسلة دي الفوق حتى بانتي باردو كيشوف في صدرها بشهوة وحال فمه بغاد تبعد ولكن ما قدراتش تتحرك قالت بععد عليا قال ليها اخيرا هضرت يا القطة بغا يلمس صدرها وقالت ما تقسنيش الحيوان قال غادي نوريك في عيل الحيوانات كيف دايرين جر لها دي باردو بالجهد احتى تقطع لها وولا وكيبان ولي هست يعنيات اضحك بشر ومنزل وجهه عن تستاه حتى اسمع شي صوت دور وجهه لقى نجم الدين واقف موراه وهاز خشبة كبيرة ما جا فيني استوعب احتى نزل عليه نجم الدين للراس وطاح كعب وقف كينهج وعينيها عليها حتى هي بقت كتشوف فيه لاحة الخشبة وطرتق القاميجة غطاها بها وبقى عريان من الفوق جلس القرف وثاء والتحنة عليها كيفوك لها ايديها كانوا قراب البعض ونفسوا سخونة كالضروف شعرها حلها رجليها حتى هو ما وقف قال تحركي ضغيها قبل ما يرجعوا لاخرين ابغات تنود وما قدراتش شاف هكا تعاني وهو ينزل هزها وشاف الدك الجوج اللي كانوا احدى الباب طيحين في الارض وعرفات شكون وصلهم لهذا الحال خرج نجم الدين وداها لطوموبيل ديانه حل الباب اللوراني وحطها بشوية سد الباب وجاي ركف بلاستو حتى حس بشي حاجة قاس حشق قاتليه راسو دار بالعرض البطيء ولقى واحد فيهم هازع سياد البيس بول طاح نجم الدين على ركابيه والدم كيسيل من راسو بغزارة جاوا الاخرين كيتشاراوا كيحل في عينيه بالزز ما بغاش يفقد الوعي ولكن الدقة كانت خايبة شافوا واحد باقي حال عينيه وهو يعطيه الكرشو بذواه ضيّع لعينيه من الألم ومع ذلك بقصادر تبع بعينيه هذك اللي غادلت طوموبيل وحل الباب اللوراني وهو كيهضر وقال ها هي لقيناها اه راجا واحد عاونها واقي لك هنتابعنا اوكي يقدر يكون تتاصل بشي حد واعلمهم ما خاصناش نبقوا هنا اوكي نعت الواحد وقال له هزها حطها في الطوموبيل غادي نبدلوا البلاصة قال ليه الأخر وهذا أش غادي نديروا معاه وهو يقول له قالوا لينا نجيبوه معانا هز واحد فيهم قمر غادي بها للرونش ونجم الدين كيتعافر باش ينوضي استجمع قوته وحت ايديه في الأرض بغي يوقف وعينيه غير على قمر اللي غادي بها هذا شافوا الأخر وهو ينزل عليه على راسه احتغيه تعاونوا عليه في الثلاثة وحطوه في الرونش الأخرى وغادروا المكان وفي مكان آخر أرض واسعة كتوسطها في اللا قد لخير والحرس في كل مكان اتحل الباب ودخلوا جوه السيارات رونش كحلي دازوا ديري كتباركين وخرجوا دوك الحلال واحد هز قمر اللي ما زاله مغيبة ودخل من واحد الباب والآخرين جروا نجم الدين وهبطوه معا شدروش حلوا الباب وحطوه فوق كورسي دي الخشب وربطوه معاه سدوا الباب وطلعوا قمر حلات عينيها بصعوبة كل شي كيعقرها دورات عينيها فين كاينة كانت مستلقية على نموسية كبيرة البيت كبير وآتات وراقي حطات ايديها على خدها اللي كيدرها وشافت داكشي اللي لابسه سروال كيتما ودباردو اللي مقطع فوقو قامي جديا نجم الدين واتفكرات فجعتقها واحتى كانوا غادي هربو ورجعو شدوهم واتساءلات في نفسها شنوق عليه يقدر زعمي كونوا أعداوه وعليش خطفوها؟ شكون هادو؟ ناضت بالززكة تمشى بشوية كانت مزيرة ودخلات الطوالات قدات حاجتها دازت من حد المراية وهي تخلع من المنضرد وجهها الدربة زراقت وجرحة قدهاش في جبهتها والدم يبس على وجهها غسلات وجهها وخرجات من الحمام ومشات جهة الباب بغايت تحلوه لقاتو مسوهت ضرباتو برجلها ورجعت اللون وباليها البالكون وهي تمشي جهته جات تحلوه وهي تسمع الباب تحل تلفتات وخرجو عينيها من صدمة قالت قمر انت؟ وهو يقول لها جهة مفاجأة ما غاديش تحل حيت كل شي مستود قالت علاش جاي بنيل هنا؟ قال ليها حيت عزيزة وشاف الدربة في وجهها وقال داك الحلوف يديه كياكلوه اليوم يبات ما يصبح وهي تقول شنو باغين مني؟ قال ليها بكل بساطة الفلوس اخر مرت شوفناه قلت ليك بباك واخد من عندنا فلوس صحيحة ولحد الساعة الفلوس ما رجعوش وهي تقول له ما شفتيشش الاخبار احنا قفلسنا يعني فلوسكم باح قال ليها إلا ماشي بهذا البساطة الفلوس خاصها ترجع وبما انا عثمان مشى الدين كيمشي العائلتو يعني احنا كنت سالوك الفلوس انا بغيت يترجعي لاختك مل احسن تسدي الدين ديالك؟ قالت هو خلمك اللخ كتعرف شنو هو الافلاس يعني ما بقينا كان ملكو والو قال إلا انتو ما فلستو كين ولد عمك؟ تبارك الله ناجح ومنافس قوي في السوق واحد دول فلوس قالت وشنو علاقت ولد عمي بهذا الشي؟ قال ليها علاقتو هي انتي بما انو كيبغيك فغادي اعطيك الفلوس او لا؟ قالت لي غير عيتي راسك على والو حيت ما غادي تشوف من عندو الريال قال ليها ايه لا عرف باللي راكي مخطوفة وحياتك في خطار كندون غادي بغير اتجعل انتي ماشي نخيصة عندو مشات قامر قلسات فق فوتاي وقالت و ايه لا رفض قال ليها ديك ساعة غادي نبقاون سيفطوليه ايد ولا رجل منك حتى يقتانع قامر كبها الخوف ولكن ما بيناتش قالت له خطة فاشلة كتضيعوه فوقتي وفوقتكم قال ليها بجدية يحساب ليك كاللعبوه هنا الفلوس غدا ترجع اما مصيرك غير معروفة لغزالة يقدر تخرجي من هنا ويقدر الله وهي تقول له داك اللي كان معايا فينا هو قال ليها جينو باقي حي ولكن ماشي الوقت طويل وهي تقول خليوه يمشي في حالي هو ما عندو احتاها لقب هاد الشي قال ليها شافه جاهنو بغامن تلقوه احنا كنت سنو غير الاوامر وهدي نباليو به صونة ليه التليفون وقال اوي اوكي اقطعو قال خينا وصلت ساعتو كان باغي عاونك ويدير الخير ساعة مكتاب ليهيموت وقفات قامر في بلاستها كالترعت قالت ما يمكنش تقاديوه تلقوه هو ما دار ليكم وعلو جينو هادي الجهة الباب وقال للاسف ساعتو سالات خرجو سد الباب وشاف الخدامة جاية وها الظبلة وفقيتها قال ليها فين غادا قالت جاو اوامر قالو لي ان اخد ليها متاكور جينو مد ليها الساروت وقال ليها حطيه ليها وخرجي وسدي معك الباب قالت له الخدامة واخر خدات من عندو الساروت وحلات الباب ودخلات قامر كيف خرج ناضتك تفنكش وتقلب قال البيت المجورة والبلاكارات اعلان لا تلاقاشي حاجة بايش تحل الباب ولا شي تاليفون بايلي هالفيكس وفرحات مشات هزاتو وحطات السماعة على ودنها ولقاتو مخدانش خبطات بيه في الأرض وبقات غادا جاية كتفكر كيفاش غدا تهرم من هنا سمعت الباب تحلع والتاني وهي تقلص في طرف النموزية وبانت ليها بنت تكون قدها في العمر داخلها وهزم عها الماكلة طلعات قامر وهبطاتها وهي تقول اجبت ليك ما تعبلي قامر ما جاوباتهاش قد غير كتشوف فيها حطات الخدامة البلاطو فوق الطبلة ودارت عند قامر وبان ليها الفيكس مهرز احدرج ليها وهي تقول شنو درتي عليش هرزتيه قالت قامر حيت بغيت عندك شي مانع وهي تقول الخدامة يك ما يحساب ليك قال صف ضرباك جمعي ديك الروينة قبل ما يرجع ميسيو جينو قامر قالت هادي ماشي هي خدمتك وكتشوف بالباس الخدامات اللي لابزها قالت الخدامة غدا لمشي نجيب باش نجمعها دزبل وهيد شي اللي درتي غادي نوصلو ليهم قامر ربعت ايديها وقالت هاني كانت سنو الخدامة اعطات قامر بالدهر خارجة وهزات الابجورة وهبطاتها لها على رأسها طاحت على الارض ما بقاتش تململات تحضرات عليها قامر وبدات كتحيد لها حويشها وحيدات دوك لي لابزها ولبسات حويش الخدامة جمعات شعرها وهزات الساروت اللي كان فيتها حلات الباب بشوية وطلات مهبان لها حد وهي تخرج اغادة بخطوات مسرعة وكتلمت لقنها حد نزلت مع الدروش ودارت موراهم في مكينة الكوزينة طلات بشوية احتبانت لها خاوية عاد دخلات مشات للباب وحطات إيدها على البونية بنفسات براحة فاش تحل وخرجات وعطات رجليها للريح الدنيا مضلمة كتجري في وسط النباتات والشجر وقفات مورا واحد الشجرة كتنهج فاش شافت جوج حراس حدى واحد الباب نجم الدين بدك يسترجعوا بعين حل عيني والقاراثو مربوط في كرسي تفكر فاش تضرب على راجو وفاش هزو قمر من التوموبيل دياني ومن سماك مبقاش عقل علوان بدك يحاول يحل الحبل اللي رابطين به إيديه من الأول ولكن كان مزير تلفت كي يشوف حتى بانت ليه شي حاجة يمكن تعاون ومع الضو قليل غير قول اللي شعله وسطك لك بانو ليه غير الكراطن وشي باقاش ابقاك يحرك رجلي حتى طلع الحبل شوية وقف على رجلي حتى هز الكرسي من الأرض وهو يطيح على ظهره بالجهد حتى تهرس كرسي مع الأرض تقصح ولكن عافر فكر جليه بسهولة وردت إيديه القدام ووقف كي يقلب بانت ليه واحد لحديدة راسها ماتي بقاك يدوز عليها الحبل بكوة حتى حل ساس إيديه ومشال الباب لقاهم سدود لاحظوا الضوجي من ورشي كراطن بدك يحيدهم وهو يلقى شرجم ديال الزاج ومعه هو فلاكاب كان الشرجم ملاصق مع الأرض من الخارج شاف راسه ملابس واله من فوق قام يجدو حيدها فاشعطاها القمر واضطر يضرب الزاج بكوعه زير على سنانه حي تتجرح وبدك يحيد الزاج دار إيديه ونقض حتى خرج من الصوف وقاني تفع برجليه وخرج كله قمر سمعاتهم كي هضروا بيناتهم كانوا كي هضروا عليها عرفوا باللي هربات شافتهم تفرقوا وبدوا التقلاب وكي بعدوا على الباب قالت هادي فرصتها تهرب يالله لاحت رجليهم وهي تحس براسها تجرات حتات خبطات مع صدر شي حد حاكمها من لور وسادلها فمها قال ربح دودنها وهمس بصوت خافز شت مت تحركيش غادي يشوفوك من صوته عرفاته شكوه حركاته جهوت لفتات عنه شافت فعينيه القهويين فوسط داكتلاو غير القمره اللي عاطيه شوية ديالبدو ابقوا بجوج كيشوفو ببعض هي بين ايديه وهو صدره عاما غير حسوا بغرابة الوضع وهو ما يبعدوا على بعض قال نجم الدين وهو واحد سبعه على فمه شت تبعيني تقدم ودارها موراه طل كيشوف هادوك اللي كانوا جايين جهته بانوا ليه بعده وهو يشدها من ايدها بدون ما يدوم وبدك يتمشى بخطوات مسرعة ودارها موراه واصلوا عند الحيط اللي كان معاليش بالذات شاف نجم الدين في الحيط هو يمكن ليه ينقذ بسهولة ولكن قمر صعيب عليها دار عندها ولقاها حادرة عينيها كتشوف شي حاجة خبط عينيه وبانت ليه كتشوف ايديهم اللي باقين مشابكين عاد سرات معاه وطلق منها وحك راسه قال بصوت خافت غاد نهزك وحنقذ قمرنا عتت ليه في الحيط وقالت انحنقذ هذا من نيتك قال ليها وهو عاقد حجبانه وشنو غادي يديره وقيلانا رجعوا نخرجوا من الباب مو حيلوش يهضروا معانا قالت مالنع للفهمات وهو يقول ما عندناش وقت لهاد الهضرة قرب عندها احتبقات مسافة صغيرة فاصلة بين اجسادهم وحت ايديه بجوج على خسرها قالت وهيام توتر شنو قدير؟ هز حجبانه وقال باغت خرجي من هنا ولا لا؟ قالت وقيد ديك لاش حاطهم تماما؟ قال ابلا ما يبشي بالك بعيد جرها وهزها من خسرها بخفة وعلاها شديت في الحيط وطلعات يلا كاتقاد باش تحنقذ احتشافت خيال وتلاح للجهة الخرا ابقات مخرجة عينيها كيفاش دار ليها دار ومدليها ايدو باش يعاونها ابقات كتشوف فيه وهي فوق الحيط قال تلاحي خلاص بغحتي شوفوك نقذات وشدها قبل ما توصل الارض حطها بشوية وبعد عليها جاد تهدر هو يقفزها صوت الكلاب اللي كينبحه مورا الحيط قال ليها كلابهم عرفونا في كينين خاصنا نتحركوا وهي تقول لي عندك التليفون؟ قال ليها لا نزيدوا في الشريكة زيدين بعدوا بعدا من هنا غادين كيجري وشافهم واخرى وقف حتى وصلت عنده وبدون ما يتكلمش الدقيق ديها وبدوا كيجري وتاني بانت ليهم غير الغابة ودخلوا معاها جراوا مسافة طويلة وحس بيها نجم الدين عياس وخفف السرعة غادين وسط الشجر وما عندهم حتى فكرة في مهوما شي ساعة وهم كيجريوا عدوقه تلفت وبيانت ليه كتلتاقت في أنفاسها بصعوبة نجم الدين قال قلسي تسراحي باش نكملوا كلابهم يقدرو يعرفونا منين بزنا غير من الريحة خاصنا نبعدوا كتر قالت معيتش خلينا نكمل قال ليها ابنى برحادة أبلاق صحيط الراس ارتاحي وغادي نكمل خنزرات فيه وقالت وليش كتغوث دوث ايدو على وجهه وقال صبر يا ربي قلسات في الأرض وقالت أشنو جابك العندهم واش شفتيهم فاش خطفوني عاطيها بالظهر وقال وهي تقول وتبعتينو قال مغاديش نشوف بنتكت تخطف وندوزها الليلة مواقع واني حتى ولو تكون غريبة وما كانعرفهاش مغاديش نربع ايدية عرفاتو لاش كإلمح وقالت هاد الشي كله اللي وقع ليا راه بسبابك انتا دار عندها وقال ويلي قالت هاد الحيوانات شي عصابة قالوا ليك كي تسالوا لبابا شي في جوف وجاوا عندي انا كون ما ظهرتيش في حياتنا انتا ما كانت غدا توقع حتى شي حاجة من هاد الشي نجم الدين زير على ايده وقع من الاحسن بلا ما نجبدو شكون السبب فشم وسكتنا شوية نشوف كيف نديرو نخرجو من هاد المصيبة وسكتنا شوية نشوف كيف نديرو نخرجو من هاد المصيبة قالت انا ما قلت ليك اشتبعنا وحتى دابا سيري لبغيتي تنشي ما محتاجاش مساعدتك قال ها هو غادي عندك تندميح لخضرتك دارت ليه ايدها سير باي شافتوا دارها نيت بالمعبور غاديو ما عودش دار عندها غير اغبر من قدامها وهي تلفت في جنابها عاد سيريت معها باللي هي في وسط الغارة وقفت كتشوف يمين وشمال ما عارفة فين تزيد ركبها لخوف خاصة فاستماعات صوت التخرشيش اعطاتها للشيرة وكتلفت موراها كتجرب كل ما في جهدها وترجع تشوف من وراها احتطرت خات معاشي حاجة ومع قوة التصادم كانت غدت طيح كون ما شدهاش من خسرها الزات عينيها مرعوبة غير شافتو هي ترجع فيها الروح قال راجع عندهم وليشنو طريق من الجهة الخرى الفاهمة قالت اه اه عارفة قال لها نجم الدين خلينا نكمله غادي يكونوا قربوا لينا وقالت عارف الطريق وهو يقول ما متأكدش ولكن خاسنا نتمشاو حتى نلقاو الطريق وتوقف لينا شي طموبي يلا تحركي شافت فيه وسبقات تبعها وكملوا الطريق هادين جنب بعد بقاو كيتمشاو شي مدة مستهعة نجم الدين وقف فجأة ودار كيشور بانوا ليه دواو ديال بيل كيتحركوا وصوت الكلاب قريب جرها من ايدها وبدأوا كيجريوا بتاني الكلاب نباحهم غادي وكيعلة يعني قربوا غادي بسرعة واحتروا ايا مواضحاش خرجوا في ساحة كبيرة ما فيهاش الشجر تمك عرف نجم الدين غادي القوهم بسهولة ما فيهاش غير وصلوا للحافة ووقفوا فجأة مع الضلام ما عرفوش بالاسم ما لحد قمر رجليها كانت غضطت لك كون ما شدش فيها نجم الدين وجرها باخر لحظة بقات غير مصدومة وكتشوف بالحجر كيتفلتت فين كانت عافصة حطاز ايدها على قلبها وقالت شنو غادي نديرو نجم الدين طل وقال خاصنا النقل منظن شواش يكون عالي بالزال خرجات فيه عينيها وهي تقول نتلاحو في الماء قال لها وشنو نتسنى وحتى يوصلوا عندنا بكلابهم هاد الجيهة ما فيهاش لبحظ باينة هادي بحيرة ما غاداش تكون غارقة وهي تقول قمر ولكن انا قاطعه وقال ما عندك علاش تخارج جرها وتلاحو من الفوق طلعناش مرتين وخرج راسه منيها دور وجهه ما بانتش لي ابداك يدخل معاه الخوف علاش ما زالا ما خرجاتش منيه شاف الفوقعات طالعين حدار وهو يغطس كيقلب عليها بانت ليه كتضرب ايدها ورجليها والفوقعات خارجين لها من فمها يعني ما بقاش عندها الاكسيجين خشا ايدو تحت دراحها وجرها طالع بيها بسرعة حتى غرجوا بجوش بداتك تكح المال اللي شربات غير رجعت فيها النفل وهي تنضر مني قالت اب نادم راه ما كنعرفش نعوم وهو يقول هو اقوليها قالت علاها انت خليتي ليها في الناظر دغيه جريتين وبقاتك تكح نجم الدين قال شكون اللي ما كيعرفش يعوم بغا تحيد ليه ايدو اللي شابتها منها وقالت بعد مني قال ليها متأكدة بغاني نبعد علي بقاتك تشوف فيها مغقة سمعنا جم الدين حسهم كي قرب وقال خسنا نغطسو حتى يمشي الى طلعو غادي يشوفونا قالت نخرجو من المقبل ما يوصلو وهو يقول ما نقدروش نطلعو من هنا عالي والجهة الخورة بعيدة ما غادي يوصلو حتى يشوفونا خودي نفس طويل وما تحليش فمك في الماء دار بدكش اللي قال لها واستمشقات اكبر كمية ممكنة ديال اكتجين نفس الشي دارو نجم الدين وغطسو ابقى كيعوم للقاع وجرها معه كيف غبروا من سطح الماء وكانوا رجال وكلابهم وصلوا سلطوا الضوء على البحيرة كيقلبوا والكلاب ما سكتوش من نبيح مركزين ببيلاتهم في الماء وكيقلبوا على أطارهم هارفين هم قرام ولكن واش غيكونوا تلاحوا في الماء نجم الدين شاد قمر من دراحة وكيضرب غير برجلة كيشوف الضوء باقي في الماء يعني ما زال ما مشاو شاف هات زيارات وبدات كتفقد الأكسجين حيث ما كتعومش ما غاداش يكون عندها نفس طويل بدات قمر كتنحت ليه بالفوق الضع ما بغيت نطلق هادوك باقي ما يمكنش يطلق ما لقحتها حال أخر طلق من إيدها وجرها دار إيده على ظهرها مقربها ليه نسقات معاه وهي مخرجة عينيها فيه شدها من خسرها والإيد الأخرى حاكم بيها راسقه عينيها زاد وتوصره فاشحط شفيفو على ديالها وضيّر عليهم كيدووز لها الأكسجين اللي بقى عنده هادوك ما باليهم حد وهمين ساحبوا جروا كلابهم وطلعوا في التوموبيل وغادروا المكان بعد عليها وشاف الفوق مبانوش ليه طلع كيدرب إيد واحدة والخرجر بها قمر كيف تهزو بداوك ينهجو بجوش هزيت عينيها فيه وبقد كتشوف غير دابة شويا قد حياتها كان ممكن يخليها تخنق ولا تموت قالت علاش كتدير هاد الشي كله الوحدة ما كتحملهاش قال لها دوري إديك هالعنقي وشدي فيه مثلين خاصنا نخرجو من هنا ولا غادي نجمدو من البد جات موراه ودورات إيطاع العنقي بحالي لم عنقاه من هنا بدانا جمدين كي يسبح حتى وصلوا لشي هالفرق خرجو طاح وجن بالماء للحجر الصغير هينهجو خاصة نجمدين اللي بدان مجهود جالسين جنب بعضو ما هدووش حسات قمر بالبرد حويجها فاسقين ومع الميل الحرارة كتهضت بالزار طلعت ركابيها عندها وعن قاتهم كتحاولت تدفع دارت عند نجمدين وبال لها حتى هو كي ترعد من بق خاصة هو ملابس والو من فوق شافت موراها وبانت لها واحدة دخلة كبيرة دايرة بحال شكاه قالت يلا هم دخلوا تماماك وقد قلوه نود 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 دخلوا لديك البلاصة وقف نجمدين بالزد سنداتوا عليها ودخلوا لديك البلاصة اللي فيها الحجرة كبيرة بحال شكل ثقف ودافية عونات وحتى قلسوا تفطح على ظهره وست عينيه قلسات على ركابيها حداه كتضرب ليه في وجهه كتقول ما خاصكش تفقد الوعي ايه نجمدين حل عينيه شوية وشاف فيها هادي أول مرة كتعيط ليه بسميته ورجع سده حطات إيدها على جبه تول قاتها كتحرق سخانة ضغية طلعت ليه تلفات معرفات مادية حيدات القانيجة اللي كانت لابسة ومشات كتجري فزقاتها مزيان وجبتها حطاتها ليه لجبهته وقلباتها لقاتها ضغية سخنات مشات رجعت فزقاتها عبتاني ودارت نفس الشي ابقات كتعاود في نفس العملية جحان من مرة تحتى حسات باللي سخانة هبطات ليه شوية قلسات جنبه وقات كتتأمل في وجهه جحان بدون شعور قربات إيدها الوجه ودوذات فضاحة لشفاغ حسات بإحساس غريب غير وعات على رأسها شنو كتدير وهي تحيلها جات في بالها اللقطة اللي وقعت تحت الماء فاجرها وقفلها وخامة كانتش قبلة وكان باغي غير أعطيها الأكسجين حطات إيدها على شفايفها وهي كالتكة وقفات بالضربة وبعدها تعليم عطاتوا بالظهر وقدقول غير العياء وهاتشي اللي وقع اليوم سمعات اللي حسو تلفتات شافتو كيرجر قربات لي ورقاتوا بارد جيز مو مقلاسي غير نزلات لي سخانة وداتوا بردات إلا أبقى على هاد الحال غادي قطر يموت فيه فكرة تجيب خشب وتشعل العافية ولكن ما تقدرش تخرج للخارج واحتلع فيه ما عارفاش كيفاش تجعلها ما عندها حتى حلاخر من غيره حيدات الدبار اللي كانت لابسة وبقات غير بستيانا قلسات جنبوه هي متردة عمر هات قربات من شيدا كرب إرادتها ولكن هو انقضها وأقل حاجات ديرها على قبله هي تخليه نجاهها دليلا وميموتش مالت عليه عن قادر وحطات رازها على قدفه كانت نعصف حضنه كل هكا ترجع من البرد ومن الوضع اللي هما فيه ديتوا دقائق فقط وأجسامهم بدوا كيس خمير قامرت تسدوليها عينيها ورفعت نجم الدين تحرك بشوية وحس بيها وبدون وعي دور إدو عليها مزير عليها ورجع ناس وشرقات شمس يوم جديد نجم الدين حل عينيه وشاف راسه في مكاين وتذكر شنوقع نزل عينيه وباليه راسها على صدره وذات تعجب فاش شاف إيديه مع نقينها حيده مضغية وبغي يحيدها من فوق كيقرب إيديه ويرجع يحيده تحرك باش يحيده وقبل ما يقيسها وهي تفق قمر حلات عينيها على صدره الحالي قفزات من بعد عليه شافت فيه لقاتوحال عينيه وكيشوف فيه ابقاوا كيبقلوا عينيهم فعدياتهم وبالما يقصد نزل عينيه في صدره اللي مهره ولابسها غير سوتيان شافتو كين كيشوف وهي تجرق عنيجة وغطات بها صدره ورجعت هزداد عينيها مخنزرة فيه وقالت منحرف قيل ما أنا منحرف وانتي اللي معنقاني ايش تكوني؟ قالت كنت مضطرة كون معنقتكش كنتي غدي تموت من البد لن تخميه شكرا بتوزميما كون موس Distrib LDN اللي موسيقى برايز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة